للمولة التبريمه كل جسم سترحمني عليها بجرد المكونات الأساسية سريعة الدوابان والخل ستخرج لكم الوسخ السنين و أعوام ستخرج لك الوسخ كذلك تصف لك لابو تخرج لك الخلايا الميتة لابو ديالك و جهك حتى الرجليك المناطق الحساسة بي الفخدين تحت الابطين تزول السميرار التسبوغات و جميع المشاكل ستزولهم لك و يقضي قضاء تام و يكون لديه العيوب لديه المراهقات سواء المخطوبات و الأعرائسات كيف تنوي لجميع المشكلة اليوم ستحل و لكن بأشياء اقتصادية و بأشياء مجربة و مضمونة مليار في المياه مكوناتها رخيصين كما تقولوا فعالين و كما جيتوا برعتكم بهدل المولاتية الوصفة نريد منكم حاجة وحدة ستعملوها على قبلي و على ود الفيديو حاجة غرات بي حاجة فابور هي للايك ديالكم أي وحدة تشوفي نتمنى أنها تفجر الفيديو باللايكات تشترك في القناة باش إن شاء الله نبقى نزليكم أي فيديو في المستوى فعليز الجرس خليلنا التعليق يعني تبتي وجودك بوحد التعليق يكون في حالك زوين خليلنا استفساراتك اقتراحاتك الفيديو هات مجيه يعني أي حاجة بغيتوا تخليوا لنا خليوا لنا في كومنتاك و مرحبا بكم و ألف مرحبات دائما الجديد و دائما الحمد لله الهميزات في مجال الوصفات الطبيعية يعني كنا نقدمو أحسن ما يكون في هذا المجال هذا و ياله معي باش نتعرفو على مكونات الوصفة و ما تنسوناش من لايك للايك للايك لبنات و مرحبا بكم يلا كنت أول مركة تزورونا فلاشين و على بركة الله تعرفو على مقادر الوصفة بالنسبة للمقادر ديال هاد الاغوست كما قلنا عدنا جوج ديال مكونات أساسيين و اللي هما القهوة و الخل القهوة لبنات اخديت هنا يا هاد النوع عيادة ديالنس كافي قهوة سريعة الدوبان قبل القهوة حبيبات ممكن تتاخدي أي ماركة بغيتي سواء هاد الماركة او ماركة تخليلي أنه بزف ناس تقولي واحنا مجلتش لنا الماركة لبنات أي ماركة عندك ديرها ماشي بالشرط هاد الماركة كان جيب أنا دك شي اللي عندي في البيت ديالي كان مطبقه معاكم و انتو ملكم حريه الاختيار فانا كم تختاروا دك شي اللي حبيته و اللي بغيته بالنسبة للتاني مكوناع عندي لبنات هنا يا الخل ممكن تاخدي مثلا هاد النوع ولكن مهم غير خل المائدة الملون ماشي شي خل البياد ولا التفاح ولا لا احنا بغينا الخل ديالما تحتاج معي مكونات سنوية لأنه من غير مكونات الأساسية القهوة والخل وضفت مكونات خرين والذي ستحتاجين معي إلى النشاة وبنسبة للنشاة معروف عنه التبيض والتصفية والتوحيد اللون هذه النوعية لدينا الإيديال 180 جرام نوعية لدينا في 170 جرام 7 دراهم ونضيفها الماء يسمى الضراء أو الماء كذلك ستحتاجي معي إلى الحليب المجفف أول الحليب الباودر يعني حليب مجفف كامل دسم بالنسبة للحليب منيدو البنات زوين مبايد و خطير يعالج تسبوغات و النمشو الكلاف و اللون يشد لابو كذلك ستتخلصي منه إذا كانوا يجب منه الملعقة الخميرة خميرة الخبز خميرة الخبز خميرة الخبز تصفي لابو تنفخ بعض المناطق مجدد على المناطق للاخديد خمير الخبز الخبز خمير الخبز خمير الخبز خمير الخبز المناطق الأنتوية منفوخين بشكل كبير هذه السبولة معروفة وكأنه لدينا بعض البقالة يبيعه وكأنه يبيعه الرفيع المهمة يجب أن تشفي عني ميزانك اي ماركة ستتخدميها لنقوم بها في المحل التجاري الكبرى أو الصغرى بل تجاري الأمم الخميرة الخبز الحليب المجفف القهوة الخل المائدة واخر حاجة صغيرة الحمص 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 المترجم المترجم مرح مرح المترجم لا تقرير نظام المترجم 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 سوف نأخذ معلقة ونستقرب لجوج الخبز ونضيف الخل ونضيف القهوة ونضيف القهوة حماما يا سلام على الروحة ماشاء الله هذه الوصفة بالقهوة و بالخل و بالنشا و بالخميرة و بالحليب مجفف و بالحمص يعني فيها مكونات الحمد لله غير هما يتكلموا على نفسهم بلا ما نحتاجوا حنا ينهضروا على الوصفة نهائيا غير لغسط كتهدر على نفسها فالحمد لله يعني وصفة شاملة لأي مشكل كتعاني منه غادي تخلصك منه المهم هنده بغادي ينضيف كمياء ديال الحليب المجفف و كمياء ديال النشا او ما يسمى بالدورا او المايزينة فعلى بركتي الله هنضفت معلقة الحليب المجفف ممكن تضيفي كمياء اكثر مثلا لعندك يعني بتي الجسم ديال كامل او مثلا كنتو جوج ديال يعني البنات فأكيد اخذكم تضعفوا الكمياء ما تعملوش كمياء قليلة باش هكذا تكفيكم و سنقوم بغادي يجبا حمس 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي كتير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة